بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواحد الأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد اللهم إني أسألك من فضلك يا الله يا أرحم الراحمين أن تعلمنا كما علمت آدم فقلت وعلم آدم الأسماء كلها وفهمنا يا رب كما فهمت سليمان فقلت ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما سبحانه يقول في الحديث القدسي إذا ابتليت عبدي بمصيبة في نفسه أو في ماله أو في ولده فاستقبل ذلك بصبر جميل استحييت يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا وأدخله الجنة بغير حساب وصلاة وسلاما يلقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين خير من صلى وصام وتهجد لربه عز وجل وقام الأمي الذي علم المتعلمين واليتيم الذي بعث الأمل في قلوب البائسين يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن اللهم صلي وسلم وبارك على حضرة الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله معذرة إذا كبى فيك تبياني وتعبيري ماذا أوفيك من حق وتكرمة وأنت تعلو فوق ظني وتقديري أقبلتك الفجر والضاحة الأسرير تدعو إلى الله في يسر وتيسير على جبينك نور الحق منبلجا وفي يديك لواء العدل والنور اللهم صلي على الحبيب وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون أينما كنتم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حق جوز مرحب يا جماعة بكل أسئلتكم واستفساراتكم على وسائل الاتصال اللي حتتضع على الشاشة قدام حضرتكم بعد قليل وفي شهر الأم ونحن نحتفي ونحتفل بيوم الأم الأم التي ربت الأم التي تعبت الأم التي ضحب بنحيي كل أم خدمت بلدها وخدمت وطنها وخدمت مجتمعها وأعطت لأولادها وكرست حياتها لكل أولادها طاعة لله سبحانه وتعالى وزي ما قلت للأسبوع اللي فات شيء جميل جدا إن احنا نخصص يوم للأم نقولها فيه كل سنة ونطيبة تعبت معانا قطر خيرك ونقدم لها هدية لكن يا جماعة الأجمل منه إن احنا لازم نعرف إن ربنا سبحانه وتعالى وإن إسلامنا الجميل لم يكرم الأم يوم واحد بس لكن يكرم الأم طوال أيام السنة فليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار ده كلام سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله واجه وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة لأنه عاق لوالدي حاليتنا النهاردة بعنوان أمك ثم أمك حاليتنا النهاردة عن الأمهات الصابرات الأم اللي تبتلى بالأمراض وبالتعب ومع ذلك بتقوم تؤدي واجبها تجاه أولادها هي محتاجة حد بحنين عليها محتاجة حد يرعاها في مرضها لكن هي بتتحمل على نفسها وبتقوم وبتؤدي واجبها لأولادها تحية للأم دي الأم الصابرة المحتسبة وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلت برضو الإسبوع اللي فات بقرة التاني عشان ناخد بنا أوصانا بالأم ثلاث مرات وبالأب مرة واحدة سئل عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بحسن صحبات قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك السؤال السؤال هو ليه لأم ثلاث مرات والأب واحدة والأب مرة واحدة لأن الأم تتحمل صعوبات كتير أوي صعوبة الحمل وصعوبة الولادة وصعوبة الإرضاع وصعوبة الصهر الليالي حتى تصبح رجلاً أو امرأة وبعدها كان الأب يتحمل صعوبة واحدة يعني صعوبة الإنفاق عشان كتير كان طبيعي جداً أن ربنا يوصي بالأم ثلاث مرات ويوصي بالأب مرة واحدة النهاردة كاميرا برنامج حجوز زارت مستشفى بهية لمرضى سرطان السد شاف الله سبحانه وتعالى كل مرضانا شاف الله سبحانه وتعالى كل المرضى وخلينا نشوف الحكاية الجميلة دي اللي بننقلها لحضراتكم من هذه المستشفى عشان نشوف قد إيه الأم بتصبر وبتحتسب وراجع مكمل مع حضراتكم برنامجكم حجوز اتفضلوا تحديت المرض علشان خاطر نفسي وعشان خاطر بنتي كنت لازم اتغلب علي والحمد لله اتغلبت علي ومرشاشفة بهية طبعا دعمتني جميل جدا من الدكاترة كلهم هنا كلهم احسن من بعض فلما الحقتش اقعد معي المرض يعني على طول عمل معي كل الاشعاعات وكل حاجة وعملولي العملية وبعدها على طول الخط الكيماوي والاشعاع طبعا كل دوت بفضل ربنا ثم بهية انا بنتي كان اهم حاجة عندي انا كنت مخبية عليها في الاول وبعد كده طبعا لما عرفت انهارت يعني انا كنت اقوى منها يعني انا عند المرض ما كانش هاممني هي انهارت طبعا ولاده اخباتي طبعا هم برضو بقوا مني اولي وكده بس انا يعني ما كانش في حاجة هماني من كل كلامهم عشان انا يعني واثقة من نفسي ان انا ربنا هو هو اللي هيكون ربنا هو ده كل حاجة المرض ده ما كانش انت عندك ايمان بيه ربنا مش هتعرف تكمل انا متطوعة بعد ما شفيت وربنا شفاني وعفاني وباجي طبعا بقيت متطوعة هنا في باهية وبخش للدعم النفسي للناس اللي هم بياخدوا كماوي بيقولوا طبعا بيفرق معانا جدا كلامكو بالذات الحمد لله رب العالمين ان انا ببقى مثل لهم اللي انا هو انا قدامكو هو خلصت كل حاجة وبدليل ان انا جاية بهرج معاكم وبتحك معاكم وبقولوا فعلا الدعم النفسي هنا في باهية بيفرق معانا جميل جدا قاولي شكرا لبينتي رانا والله شكرا لحببت ببينتي قبت جميل هي وقفة جميل فيش حد اوقف جميل هرا رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد ما شفنا هذا التقرير اللي من مستشفى بهية لعلاج مرضى سرطان السادية اسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لكل مرضانا ومرضى المسلمين ولكل مريض انه ولي ذلك والقادر عليه اعتقد الاستاذة الفاضلة استاذة مونة حسنين وجهة ظروف صعبة جدا 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 بمرض السرطان ربنا عيش في مرضانا يا رب العالمين وده مرض صعب جدا ومع ذلك شفوا الصبر ومع ذلك شفوا الرضا تعالى الام شفوا كمان يعني انها بتشكر في بنتها جدا وبتقول ان بنتها وقفت جنبها ودعمتها نفسيا وساعدتها ورعاتها فعشان كده بتقاوم هذا المرض وان شاء الله تتغلب عليه باذن الله وربنا سبحانه وتعالى هو الشافي لان هو سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم على لسان خليل ابراهيم واذا مريضته فهو يشفين شفوا جماعة سيدنا ابراهيم قالش واذا امرضني لا واذا مريضته فهو يشفين فنسب المرض الى نفسه تأدبا مع ربه سبحانه وتعالى واسعات الواحد فينا يجيل شويتهم في الونزة فيقعد يعني يا رب شمعنا ما فلانهما بركحاش ومع ذلك صحوته كويسة وفي الانها هيب ان شاء الله بنتها اتجوزت وابنت لسه ما اتجوزتش ونقعد كده نعاند في انفسنا واضحك علينا الشيطان الرجيم لكن واجبنا دائما يا جماعة وابدا ان احنا نسلم امرنا لربنا سبحانه وتعالى ونكون دائما مع الله عشر ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا تحية لبنت الاستاذة مونة اللي وقفت جنبها ولكل بنت وقفت جنب اممتها وبتساعدها ولكل ابن بيرعى امه وبشوف احوالها احنا دلوقتي بقينا زي ما سيدنا النبي قال كده من علامات ساعة حقوق الوالدين ما عادش حد بيسن عبوه امه الولد دلوقتي قطوه النهار عند حماته مايروحش الامه ابدا الا مرات نادرة وحتى لو راح الامه بصيبة كبيرة جدا مراته مسكاله ساعة انت عدت عدها كم ساعة لكن لما يروح عند امها مش كبيرة جدا بعض الستات الاسهب الشيطة يا جماعة لما امها ام الزوجة تيجي تزورها تبقى فرحانة وسعيدة وعايزت هديها الصالون وهي ماشية لكن لما امه الراجل تيجي ام الزوج تيجي تكشر في الشهة ويوم مش معدي مخنوقة مدايقة متوترة منها ومش طيقاها ليه بيحصل كده دايما ارضيش ربنا سبحانه وتعالى معنا اول اتصال تليفوني معنا مين يا أستاذ هده ام ردينة سلام عليكم عليكم السلام ازاك يا ام ردينة اتفضلي الله يسلمك اشف لو سامحك انا عندي مشكلة مش عارفة لي احد ان شاء الله ربنا يحلها من عنده بازنه وحوله وقواته اتفضلي يا ام ردينة انا جوية مسافر بس مهمل بالنسبة ليه قوي مهمل مسافر بقاله قدي بقاله سنة بقاله سنة والسنة دي ماروحتوليش ولا هو جالك لا تمام بقالك كم سنة متجوزها خمس سنين خمس سنين طيب معنا عيلين ومعك عيلين ببعتلك مصاريف ببعتلك بس قليلة قوي ما بتكفناش احنا هو هادي طب ليه ما قلتلوش زودلي المصروف قلتله والله العظيم قلتله بس هو مبيهتغلش بحاجات دي ممكن يتكلمنا كل فترة مصروفه دي عشنا ممكن نزلنا على دماغه كتير قوي عشان يبعتلينا الوصف طب يعني عنده داخل كويس هناك ولا ممكن ظروفه صعبه ايوه كويس الحمد لله طيب بس ايوه استكل طيب امور دينا بتشتكي ان جوزها ما بصرفش عليها ببعتلها ما بقوليك جدا ان جوزها مسافر برا واعد برا وما بسألش عليها وهي زعلها هنا ومدقيقة وده مدقيقة جدا وده طبيعي جدا انا يا جماعة وجهت نظري فدي المسألة ان الراجل اما يسافر برا يسافر بس ياخد معه امراته وعياله يعني ما يبقاش بتبقى مشكلة كبيرة قوي اما الراجل بسافر برا في الخارج وتبقى امراته قاعدة هنا لوحدها بتكافح وبتناضل وبتتعب بتتعرض لمتاعب ومشاكل ومنغوصات كتير جدا وبعد كده الزوج يبعت لها فلوس قليلة جدا انا بقول يا الزوج يرجع ورزقوا على الله سبحانه وتعالى يا الزوجة والولاد يسافروله ورزقهم برضو على ربنا سبحانه وتعالى لكن ما نفرقش شامل الأسرة اللي عنده الضرورة اللي بترتب على هذا مشاكل كثيرة جدا ومتاعب كثيرة جدا في داخل المجتمع عشان كده بنصح كل زوج مسافر برا انه لازم يرعى زوجته لازم يرعى أولاده ممكن انا اعرف ازبعات الازواج يا جماعة بيسافروا ويقعدوا سنوات ما حدش بيسهل في مراته ويرجعوا معاه فلوس كتير قوي بس يبخسل ولاده يبخسل مراته بفيه فلوس كتير وكل حاجة لكن الست خلاص تعويت انها تعيش من غير الراجل تعويت انه هو مرش وينهى ولا رحفين وجاي منهم بقت مشكلة كبيرة جدا نتيجة لايه لان احنا مش بنمشي حياتنا صح على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى مرة تانية بأكد وبقول كل راجل مسافر اما تاخذ مراتك معك يا اما ترجع وتقعد معاه هنا ورزقك على الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتيم وعدنا في القرآن العظيم ورزقكم في السماء وما توعدون لكن شحتطة الاسرة بقى وتدمير الاسرة الاب بعتنا اكبر والامة عادة هنا وعمل ساعات بيعت فلوس بس والامة بتاخد فلسة انفقها او ما ببعتش بقت مشكلة كبيرة جدا يريد نخلي بالنا منها عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا معايا اتصال تليفوني اخر امة اسماء سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك يا فضل اهلا يا امه اسماء ازاي حضرتك الفضالي ربنا يبارك في عمر حضرتك بنستفيد من علم حضرتك كتير الله يبارك فيك يا فاندي الله يصورك الفضالي انا طلبة من حضرتك تدعي الاسماء اللي بنتي بس يعني ربنا يكرمها يعني بتقدم لها كتير وما فيش نصيف عندها كم سنة اسماء اه تمانية وعشرين اي بتشتغل ايه اشتغلت ولا لسه اه هي بتعمل ماجستير ما شاء الله ماجستير في ايه بقى ادارة اعمال يعني خريق الكلين معها بقدر السجارة يعني اه ان شاء الله ان شاء الله فضلت الشاخ بقى ايه بترفض يجي لها عرسان اكيد بيجي بيجي وخبطوا على بابها جالها كتير اوي اوي بس هي بترفض اسماء ليه لعرسان ليه بترفض العرسان ليه لا انا رفضتش والله هو كده يعني ما فيش نصيب اما ربنا يؤمر يعني يجي العريس يخبط على الباب ويقعد يشرب الشاي والقهوة ويمشي اوه ساعات كده بابا يعني ما يعجبوش ساعات هو ما يردش حتى اما ربنا يريد يعني اما ربنا يؤمر طيب يا حاجة سؤالك ايه اما اسماء اعزان ادعيلها انا طلب من حضرتك تدعيلها لان احنا منستفيد من حضرتك كل خير والله ربنا يبارك في عمرة حضرتك يا فضيل قسي عشكرك يا اما اسماء شكرا جزيلا ربنا يباركلك في اسماء وبرك في كل بناتنا يا رب وارزق كل البنات بأزواج صالحين ان شاء الله قريب جدا يا اما اسماء هنفرح باسماء وحتجوز ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى تلاقي بس عريسة كده في الشارع اللي وراكم مش عارف البيت تايه عنه حيقرب ان شاء الله واكيد حيعرف بيتكم ان شاء الله ولازم اقولك يا اما اسماء ولكل البنات اللي مجوزوش لكل البنت اللي قاعدة بتنتظر عريس المستقبل الطميني ده جواز رزق ورزق الانسان اعرف به منه ولو ان الانسان هرب من رزقه رزقه حيجيلك لغاية عندك لان الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى يقول ابن عباس رضي الله عنهما اختلف الناس في كل شيء الناس مختلفين في كل حاجة معادة حاجتين اتنين انه لا رزق الا الله وانه لا محي ولا مميت الا الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى وهو على كل شيء قدير ما تزعليش اذا بنتك اضأخرت شوية في الجواز سعايح بعض البنات اما بيقولهم العرسان ممكن البنت يعني مش عاجبها او ده مش عاجبها او ده مش عاجبها طبعا ما ينفعش الرسول قال لنا كلام واضح جدا في المسألة دي قال لنا اذا اتاكم من ترضون ايه ديناه وخلقاه كلام جميل اوي من سيد النبي اذا اتاكم من ترضون ديناه وخلقاه فزوجوه الا تفعلوتكم فتنتهم في الارض وفسادهم كبير خدوا بالكم سيد النبي اذا اتاكم من ترضون ديناه خلاص لا او خلقه خلاص لا احنا عايزين الاتنين اي عريس جاي يخبط على بابك لازم ما تتجاوزوش الا اذا توفر فيه حاجتين اتنين او الحاجة الدين متدين طب ايه لازمتها بقى الاخلاق قالك في ناس متدينة بس اخلاقها شرسة ما عنداش اخلاق شوية فاحنا عايزين الاتنين عايزين الدين وعايزين الاخلاق ست امور ديناه سلام عليكم عليكم السلام فعليش انقطع تصالة تليفون تفضلي يكمللنا بس انا انا عندي مشكلة يعني المشكلة مش عارفة اعمل معاي طيب ما انا قلتلك يا امور دينا كلم جوزك وقلله حاجة من الاتنين يتاخدنا معاك يترجع انت هنا معانا ورزقنا على الله سبحانه وتعالى قلتلك انه قلتلك خدنا عندك اه لازم ياخدك عنده اذا تمكن من ذلك اذا كان ظروفه صعبة ما يقدرش يبيرجع هو هنا واكيد فيه البلد فيه شغل وفيه خير وفيه كل حاجة ان شاء الله طب ليه ما زعلتهش ما بقعدش ليه فلوس اللي بقوله انت ليه تبعد الفلوس قليلة كده مش مكافية مصرصنا احنا والاولاد يقول لي احمدوا ربنا ان انا ببعد لك حاجة ليه يعني ظروفه صعبة هناك وبيشتغل ايه يعني مش بيشتغل في مؤهيل وايه جوز اه لا بيشتغل شغلانا كويسة والحمد لله يعني بيكسب منها كويس متأكد بيكسب منها كويس ايوه الحمد لله طب ليه ما ببعد لكيش ما فيش حد بيبخل على أولاده يعني ايه الاسباب ان هو بخيل عليك وقال عياله هو شايا وتعبال ليه كلنا بنشأ وبنتعب ليه معشان ولادنا هو كده طيب ما حاولتش شكل اه انا انا تهدت انا خلاني لجأت الحراكة كتير قوي انا حسة بالذنب من حيطها ومن ناحيطه بس مش عارفة مش عارفة اوه السبب في كل حاجة لأ بصي انت لازم تمشي على المنهج على الكتالوج اللي يرضي ربنا تعمليه اللي مرضيش ربنا ما تعملهوش كن جوزك غيب عنك لازم تقول له ترجع ينجيلك لكن ده ما ينفعش انه يسيبك كده اه يعني عرضة لمتاعب وعرضة لمنغصات وعرضة لمغريات وعرضة لمشاك كتير قوي من فضل حضرتك كلميه وقول له لازم ترجع قالك ايه وما فيش اي حد يعني يدور وما بيسأل هو منجي ذنة عليه طول الوقت وعايزه يكلمنا يتعثب علينا ليه ما وركمش حاجة اللي انت وعايزه يتكلموني يتمرار البنت عايزة تكلمه وكده وهو بيتعثب علينا بس عايزة اقولك حاجة امور دينا ما فيش مبرر ابدا لأي زوجة او اي ست في الدنيا جوزها مسافر انها تعمل اي حاجة غلط مهما كانت ظروف الست الحرة اللي عارفة ربنا سبحانه وتعالى ما تغضبش ربنا سبحانه وتعالى الست اللي عارفة ربنا يا مردينة بتمشي على الكتالوج كده بتطع ربنا سبحانه وتعالى بتشوف ايه الهرد ربنا وبتعمله اللي مرضيش ربنا سبحانه وتعالى ما عملوش حتى لو دونك لها زعلة مني انت عندك مشكلة مع جوزك نعم فضالي يكمل مش هارو ان الواحد يعني عمل معصية ولا حاجة بس انا حاسة بالزنب انا مش عارفة انا عملتله ايه يعني ايه الزنب يعني يعني انت ما عملتش غلط ولا حاجة خلاص بتصلي ايه والحمد والله طيب بتقري القرآن تصغفر ربنا كتير الحمد والله طب انكن بعد اذنك يا مردينة يعني اذنك يا سيت الكل استأذنك بس قوليلي ايه الزنب اللي انت عملتله وزعلنا عشان حدديلي الزنب كان فيش اخطران عليا كده وقعت كلمت فترة وبعد كده حسيت بالزنب من ناحية فيما تلينت واشتق طب طب ده برضو انت فكر ده مش زنب من صغير انت فكر ده حاجة صغيرة لا ده خيانة ومجرد يا مردينة يا كل ست سمعاني دلوقتي من فضلك يا جماعة مجرد تفكير الزوجة في غير زوجها خيانة واخدوا بالك يا جماعة ربنا قال في الحديث القدسي انا ساليس والشريكين ما لم ياخن احدهم الآخر فيزخان احدهم الآخر نزع الله بركاته مجرد تفكير الزوجة في غير زوج تفكيرها في غير زوجها حراب وخيانة قبلكم بقى اللي بتكلمه على الواتصاب واللي بتكلمه على الفايبر واللي بتكلمه في التليفونات والاربع عشر ساعة بتكلمه ده يا جماعة ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى معاي يا مردينة ايو طيب انا عايزك تستغفر الله خذك ما تزعليش ربنا رحمته اسعى سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب الجميع انهو الغفور الرحيم ربنا بيغفر كل حاجة ما عدا حاجة واحدة هي الشركة بيه سبحانه وتعالى لكن لازم حدك تشوف حل مع زوجك وما فيش والستة الصلحة اللي عارفة ربنا سبحانه وتعالى يعني لا تستخدم التليفون إلا في مورد ما تعملش اي علاقات حتى الكلام مجرد الكلام حتى التفكير حرام لازم كده تنشغلي وجوزك غاية بأي صحيح انا مقاتل الظرف اللي انت فيه لكن طبعا انشغلي بذكري صلي استعيني ده على المسألة دي بالليالي بسهام الليالي ومتوضب ليل كده وقت الصحر الساعة 2-3 وفريش السجادة واسجود الربنا قول يا رب فك عني خفف عني اللهم اني اسألك تقوى ظهري على نتحمل حيعينك والله حيعينك والله حيعينك ان شاء الله يا موردينة ربنا يستورك بسهاته الجميل ويغفر لك ويغفر لنا جميعا معك بس ازينك يا جماعة اخرج لفاصل قصير وراجع مكمل مع حضراتكم برنامجكم حق جوز اتفضل رجعنا لحضراتكم مرة تانية وبرنامجكم حجوز مرحبا جماعة بكل سالتكم واسفساراتكم على وسائل الاتصال اللي حتضع على الشاشة قدام حضراتكم بعد قليل ولسه النهاردة بنتكلم بمناسبة شهر الام وتكريم الاسلام لالامهات حلقتنا النهاردة بعنوان امك ثم امك بنتكلم النهاردة عن الامهات الصابرات الام اللي بتليت بسرطان ومع ذلك بتقوم تخدم ولادها وبتقوم طرعاهم وما بتنامشي الى بعد ما هم ينامهم تحية لكل ام شايانة تحية لكل ام تعبانة علشان خاطر ولادها وجزاء عند ربنا حيكون جنة عرضها السماوات والارض معي اتصال تليفوني يا ام عبدالله سلام عليكم ايو عليكم السلام ازايك ام عبدالله الله يبرك في عمرك فضال يا ام عبدالله اسمعك انا كلمك بس يعني كوني يكون خرج عن الحلقة انا يعني معاي بنتي في ثانوي نعم ممكن تشخط فيي وتنتر ده اصل الحلقة ده بتشخط فيك ليه وان ضيب ان يبارك في عمرك يا رب وبعدان انا مربياها انا بس يا يتيمة انا مربياها سيبها عندها سنتين ثلاثة كده وانا مربياها يتيمة بس بنت تشخط وتنتر عن هي وحيدة البنت لا ده هي رقم ستة عندها رقم ستة عندها كم سنة تلت سنة وعام تلت سنة وعام واخواتها بيعملوك كويس يعني مش شاوي انا زي ما تقول الحمد لله مفتليها في عيالي شوي طب بتشخط ليه وبتنتر ريه مش عارف وبعدان هي اشخط فيها انت متكلم على الخيانة يعني الام لما تسمع بيتها هتكلم مثلا ولد وتنصح مرة وعشرة وعشرين وواحد خايفي تطلع الكلام الكلام ده لو واحد لطلع هيبه فيه مشكلة كبيرة وهيبه فيه مشكلة ليه انت لازم انت تكسرق بيتها غلط انها تكلم حد لازم تشوف دراساتها تشوف حلها لو الدنيا تتهيص وانت عارف للبنات واحدة ما بخايف انا ما اكلم مرة وعشرة وعشرين انا خايف لا بص كلمة عشرين وثلاثين وسبعين مرة وألف مرة وكلميها بهدوء بين الكوبينها مرة وثلاثين وثلاثين ومع انا ما بسمع الكلام يا شيخ واخش واتكلم وكده صح وكده غلط وما فيش فايدة انا مش عارفة عملية والله عظيم انا واجع في مشكلة مع علام بها غرب انا مش عارفة عملية انا اسألك سؤال بصراحة كده يعني اكله اكلوكو حلال يا حاجة كل الفلوس اللي بتجيلكو حلال والله انا الراجل سايب لنا بيات ما ناكل من من الاجار بتاع البيت تاكلوا من اجار البيت والراجل عامله من الشجأ والتعب طيب طيب والراجل شقيان وتعبان وطالع عينه طول النهار انا كنت شغلة شغلة في البيت مع ابوهم طيب انت البنت دي ربتها كويس والله ربنا يعلم يا شخ وقعدت على مرباتهم لبساط لشاب وليا مرة كلمت راجل ولا كلمت حد طيب اتفاضل حاجة واحدة اسألك فيها اي لا صديقاتها بقى بتعرفي صديقاتها انا ما عرف صديقاتها مش ما يعبوا عجبيني ولما تعرف ان انا هروح معهم بتشتروح الدار طيب ما انا بقولك دوري بقى بنتك ورا صديقاتها صديقاتها هم السبب في فساد بنتك وعيزاك يا رب يبارك لك تنصح تنصح كل بنت تسمع الكلام كل بنت يعني ما تباش بالطريقة اللي هما مش عاجبا حاضر يا حج حاضر يا امو عبد الله حاضر يا امو عبد الله معنا تصال تليفوني اخر استاذ محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك اهلا وسهلا اتفضل اهلا سهلا ازاي حضرتك بالشغل يا محمد نعم اتأخرت طيب اتأخرت ليه كده يا محمد اه يعني الظروف يعني كانت مش كاد شوية وكده وبعد كده ربنا كرامني يعني الحمد لله اه بالحمد لله انت محاسب وعندك شقة وكل حاجة اه عندي شقة اه وكل حاجة طيب فين حتة الشقة يعني في اللقائرة جديدة طيب ماشي وعايز عروسة يعني ان شاء الله طيب خليك معنا استاذة كانت تصل بالحضرتك عند اسماء 28 سنة اه طيب خليك 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 مع الأستاذ عهدى خليك أستاذ عهدى وستاذ الشيماء هم هيتصرفوا معك في هذه المسألة ان شاء الله ربنا يا كريمك وارزوخك بزوج صالح وخد بالك يا ابني والله سيدنا النبي قال لنا يا جماعة كلام جميل او في المسألة دي قال لنا سلاس حق على الله عونهم ثلاثة لازم ربنا سبحانه وتعالى يساعدهم وذكر منهن الناكح الذي يريد العفاف يعني ايه الناكح الذي يريد العفاف يعني لحد عايز يتجوز حد عايز يفتح بيت حد يبع عنده أسرة وعنده أولاد وبخليفه ربنا على الأرض يبع في هذه الحالة ربنا أكيد أكيد سبحانه وتعالى يعني هيكرمه وحيسطره بسطر الجميل الذي سطر به نفسه فلا عينه انترى معايا اتصال تليفوني آخر يا أم مي سلام عليكم مي يا مي السلام عليكم عليكم السلام يا مي ازاي كم انت ازاي حدك يا دكتور اهلا وسهلا فضلي بقول لحظك ان كنت عايز اخد رقم أم أسماء اللي كنت بتتكلم يعني بتصلب عزيزي بنتها انا عايزها لأخويا طيب خلق طيب كان بيدوع عزيزي صالحة يعني وبعدين تقريبا نسلناها موافية السادة هودة مدير تحيير برنامج بتقول وجاي عريسين اللي بنتك هودة حاجة كويسة قوي اللي لاقي عريس لبنت دلوقتي يحمد ربنا عليه و اي بنت شايفانا يا بنات من فضلكم لو لاقتي اي عريس كويس عض عليه بالنواجز يعني ايه عض عليه يعني ما تسيبوهوش دلوقتي بقى حاجة كويسة جدا و ربنا يسر كل البنات ان شاء الله و يصلح لهن الاحوال انه ولي ذلك و القادر عليه احنا لسه متواصلين مع حضراتكم و برنامجكم حاجة جوز برحب يا جماعة بكل اسئلتكم واستفساراتكم على وسائل اتصال اللي هتتضع على الشاشة قدام مع حضراتكم بعد قليل و بنتكلم نهاردة عن الام الصابرة المحتاسبة الام اللي شايانة اللي تعبانة اللي مريضة ابتلت بمرض مزمن ومرض خطير جدا و مع ذلك بتقوم تعمل الاكل لولادها و مع ذلك بتقوم تخدم ولادها و مع ذلك بتقوم تصحي ولادها طبعا بيلاقي بعض الابناء عندهم عقوق بعملوا اباؤهم و امهاتهم معاملة يعني تغضب الله سبحانه وتعالى معين ربنا بقولوا كل ابن دلوقتي من فضل حضرتك اسمع قول الله تعالى و قل لهما قولا كريمة حشرح الاية دي بس بعد ما ناخد اتصال تليفوني من ام سوها يا ام سوها سلام عليكم قالوا يا حق ام سوها طيب يا ام اسلام سلام عليكم السلام عليكم عليكم السلامة الله و بركاته اهلا و اساعدة فضلي ازاك يا دكتور اهلا بيك اهلا بيك يا ستوكل فضلي بالله عليك يا دكتور نعم بالله عليك تدعي لان ربنا يهدي ولادي لي يا ربي اهديلك ولادك و اهديلك كل عاصلي و اصلحلك حالك و نورلك طريق و ادفع عنك السوق و الناس الوعشة حالو طيب اه انقطع الاتصال التليفوني اه لكن طبعا يا جماعة يعني ربنا يكرم الناس جميعا ان شاء الله و لازم نعرف كمان احنا دلوقتي اعزالكم حاجة ما جدنا قبل ما اطلع الانفاصل احنا في شهر رجب بداية شهر رجب و سيدنا النبي كان بيستعب شهر رجب بايه كان يستقبله بالدعاء كان يقول اللهم بارك لنا في رجب و في شعبان و بلغنا رمضان على خيرنا رب العالمية فاحسن عبادة نعملها في شهر رجب عبادة الدعاء ندعى ربنا سبحانه وتعالى ادعوا لأولادكم و ادعوا لأزوادكم و ادعوا لأحفادكم و ادعوا لبلادكم مصر بلدنا محتاجة لنا ندعي لها ندعي لها بالنصر و التأييد و ان شاء الله و وزيادة الانتاج و العمل و المحبة و نبقى كلنا كده كالبنياني المرصوص كلنا كده في قارب واحد ان شاء الله ان شاء الله ننجو جميعا و ربنا يكرمنا جميعا ان شاء الله و دايما مصر و بلدنا في احسن حال و اهل اقبال بس ازا حضراتكم اخرج لفاصل قصير و راجع مكمل مع حضراتكم برنامجكم حق جوز اتفضلوا رجعنا لحضراتكم مرة تانية و برنامجكم حق جوز و خلاص يا جماعة و وصلنا الى اللينك الاخير و دايما الوقات الطيبة مع حضراتكم بتمر بسرعة جدا و حلقتنا النهاردة بنتكلم فيها عن الام و فضل الام و الاحسان الام حلقتنا النهاردة بعنوان امك ثم امك الام بتؤدي دور مهم جدا في خدمة مجتمعها في خدمة اولادها عشان كده لازم نهتم بيها لازم نرعيها مش بس في يوم واحد لكن نرعيها و نهتم بيها طوال ايام السنة و زي ما الشاعر بيقولنا كده اطعي الاله كما امر و املأ فؤادك بالعبر و الدين لا تلعب به لعب الصوالج بالاكر و اطع اباك لانه ربك في عهد الصغر و اخضع لامك و امتتل فعقوقها احدى الكبر حملتك تسعة اشهور بين المودة و الضرر و اذا مرضت فانها تبكي بدمعين كالمطر معايا اصال تليفوني معايا امو احمد سلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله و بركاته ازاك يا دكتور محمد اهلا يا سيد الكل زي حضرتك اتفضلي الله يخليك من فضلك انا عندي بنتي عندها 33 سنة عزاك تدعي لها ربنا يكرمها بالزوج الصالح يا رب ارزقها بالزوج صالح ان شاء الله قريب جدا و اتمنى ان يكون الزوج من على يد حضرتك ان شاء الله يا رب ان شاء الله يكرمها خليك معنا ما تقفليش و سيد زهودة هتاخد منك التليفونات و ربنا ان شاء الله يكرمك و اصلح لك الحال و يصلك كل امر عصير معنا السيد عبدالعظيم سلام عليكم يا دكتور محمد ازيك يا سيد عبدالعظيم عمل ايه اخبارك الحمد لله فضل يا اخي فضل حضرتك يا دكتور كنت بس عايز زوجة تكون صالحة كده بس و تكون منتقبة عايز زوجة صالحة منتقبة طبعا يعني اسألك سؤال يعني ليه منتقبة مش يعني منتقبة لماذا منتقبة يعني لماذا واحدة ما لابسة الحجاب يعني و لفت نظر واحدة تكون صالحة زوجة صالحة زوجة صالحة طيب برضو المنتقبة صالحة و المحاجة برضو صالحة الاسلام امر بالحجاب مش كده ولا ايه اه حاضر انت عندك كم سنة انا 26 26 سنة بتشتغل ايه انا شغل في محل شونط كده حبيبي فين حتة انت فين في وسط البلد في قاهرة يعني اه طيب سيب تليفونك استاذة هدى وربنا ان شاء الله يرزوخك بزوجة صالحة تقرب عينك ان شاء الله وربنا يصحال كل شبابنا اه انا لسه بكلم مع حضراتكم عن اه الام الصابرة الام المحتسبة اه زي ما شفنا طبعا في التقرير من شوية من شوية الام مصيبت بالسرطان ومع ذلك طبعا يعني قومت هذا السرطان وبنتها ساعدتها فتحية للبنت دي انا بلاحظ في مصيبة وفي مشكلة كبيرة جدا بلاحظ ان بعض الابناء ما بيسألوش لا عن ابوه ولا عن امه ولا حد بيسأل عن حد خلب مجرد ما تجوز بقى خلاص كل هدفه ارضاء زوجته ولاده ما بيسألش عن ابوه ما بيسألش عنهم بقوله خد بالك يا ابني خد بالك والله بكرة تكبر وطبع راجل يعني مسن ويعني البر لا يبلع والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين وتدام فده درس مهم جدا يعني المشهد اللي شفته من شوية ده تهدي السيدة المصابة بالمرض السرطان ومع ذلك صبرها ورضاها بيعلم درسهم هم أول الرضا والصبر خد بالكم ربنا انا فقال لما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب طوالهم عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى وفي يوم القيامة كده والناس بتسأل ام الله سبحانه وتعالى ربنا ينادي ويقول ليقوموا الذين أجرهم على الله الناس اللي أجرهم على الله يؤوموا فيقومون وهم قليل فربنا يقولهم يا عبادي ادخلوا الجنة بغير حساب وهم رحين للجنة اللهم اجعلني وإياكم جميعا يا رب جميعا يا رب من أصحاب الجنة وبينما هم في طريقهم إلى الجنة الملايكة بتسألهم ماذا كنتم تفعلون حتى كان أجركم على الله كنتم بتعملوا ايه عشان كده كان أجركم على الله فيقولون كنا إذا ظلمنا صبرنا الله أكبر كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيئ إلينا حلمنا فذلك قول الله تعالى فمن عفى وأصلحى فأجروا على الله يقولوا كل أم مريضة وصبرة ورضية بقضاء ربنا سبحانه وتعالى يقولوا كل أم صبرة على عقوق أولادها كل أم زوجة صبرة على أذى زوجها البادني والمعناوي بقول لها ربنا بيقولك في القرآن ببشارك قولك وبشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يا جماعة ثلاث أوسمة ربانية لكل من يصبر على ابتلاءات الدنيا ثلاث أوسمة ربانية لمن يصبر على امتحانات الدنيا كل أم صبرة وتعبانة وشأيانة وتتعب على أولادها ومتحملة لها ثلاث أوسمة ربانية حقولهم بس بعد هذا الاتصال التليفوني أستاذة هيبة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك يا دكتور أهلا يا هيبة إزايك يا بنتي تفضلي والله يا دكتور أنا بطفل بحضرتك عشان العريس اللي حضرتك قلت عليه المحاسب اللي هو طلب بنت طلب فتاة يعني للزواج طيب ماشي هي أختي طيب على بركة الله ربنا أكرمها يا بنتي خليك معي وعندها 34 سنة ومعها بكرجوس نظم معلومات وسكنة في مدينة نصر وسكن السلوط خلاص ماشي على كل حال خليك مع أستاذة هدى وإستبالها التليفون خليك معنا ما تقفليش وأستاذة هدى هتاخد منك التليفون إن شاء الله توصلكم بعض وربنا يجعل لها النصيب إن شاء الله ويقضوا لها الخير ولكل بناتنا كل بنتي شايفانا يقضوا الله سبحانه لها الخير حيث وشاء إنها ولي ذلك والقضي علي عايز أقول لكم يعني ببشر كل أم صبرة كل أم تعبانة كل أم شئيانة ومع ذلك بتقدم وبتعطي إنها أم وأم عظيمة جدا بقول لها إن ربنا سبحانه وتعالى بيعطى لحضرتك يا ست الكل ثلاث أوسمة ربانية الوسام الأول أولئك عليهم صلوات من ربهم الله الوسام التاني الرحمة من الله الوسام التالت ربنا يهديهم كما قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الموتدون تلاث أوسمة ربانية لكل ست صبرة لكل من يصبر على بحن وابطلاءات ومشاكل ومتاعب الدنيا كل زوج ربنا ابطلاء زوج مطلعيني أبرا كل زوج ربنا ابطلاءها بزوجة مطلعيني برا كل زوج ربنا ابطلاءها بحما من غصى على عشتها وبتعد عليها النفس كل برضو مرات ابن مطلعين حماتها يعني كل واحد فينا لازم يمشي على المنه جرد ربنا كل الناس اللي بتصبع على بطلاءات الدنيا ولو كل اللي شايفيننا دلوقتي لو فاتشت في حضراتكم حاليا كل واحد فينا عنده مصيبة شكل عنده أزمة شكل عنده موضوع مدايق شكل لاني لا راحة في الدنيا عارفين احنا السريح امتى لما انحطت بتربتنا كده والله من وراء ونروح لجنة زي مرى بدا فمن زحزحة عن النار وادخل الجنة فقد فاز لكن الدنيا لا راحة فيها الدنيا اذا حلت او حلت واذا كست او كست واذا جلت او جلت وكم من غني رفعت له عمارات وفلات فلما علت تركها ومات ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الناس اللي بتصبر كل ام صبرة كل ام رضية لا تلات او سيمة ربنا وليك عليهم صلوات من ربهم يا سلام ربنا يصلي عليها قال الله تعالى في القادة العظيم هو الذي يصلي عليكم وملائكتهم طب يعني ربنا بصلى علينا ازاي قال لك صلاة الله رحمة من الله والملائكة استغفار معانا اتصال تليفوني يا ام سارة سلام عليكم اهلا وسهلا يا ام سارة فضلي ازاي عليكم السلام وع season الله وبركاته فضلي اسمعي يا ام سارة ازاي كاش اسمع الحمدلله يا ام سارة الحمدلله قول يا ام سارة انا بايا ابنتين وواحدة مخطوبة وواحدة وحدة مش مخطوبة وواحدة ليسة يعني يعني او عايزة ايه بايا يا ام سارة عايزة يعني بايا عشرين سنة عزاك تدعي لها أن ربنا يكرمها يا رب يكرمها ورزقها بزوق صالح تقرب عينك وعينها إن شاء الله وصلح لكم الأحوال حاضر يا أم أحمد سلام عليكم عليكم السلام عليكم وبركاته إزاي حضرتك يتفضلي الله يكرمك الحمد لله أنا عندي بنتي عندها 30 سنة بقريس تجارة تكنين في الحياة الحمد لله أنا متدينة وكويس ربطيها كويس ربطيها كويس الحمد لله رب العالمين أكل تيام الحلال خلاص ما تخافش عليها رزقها حيجيها لغاية عندها وريب جدا إن شاء الله نكتبها الكتاب وتبقى زي الفل وتروح بيت جزءها وتبقى كويسها وتخلف البنين والبنات وتفرح بها إن شاء الله وتحصد خارها خليك معايا خليك مع أستاذة هدى هي هتأخذ منك التليفون بتاعك إن شاء الله ربنا يرزقها بزوج صالح وألت كل البنات اللي شايفينها بأزواج صالحين إنه ولي ذلك والقادر علي وسبحانه وتعالى على كل شيء قدير بقول لأ حضراتكم الناس اللي بتصبر الأم الصبرة المحتسبة اللي تعبانة أوي وشأيانة أوي ربنا سبحانه وتعالى بيصلي عليها وليك عليهم صلوات من ربهم طيب صلاة ربنا يعني إيه؟ يعني ربنا يرحمهم وليك عليهم صلوات من ربهم الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين أمنوا الله أكبر طيب وما للصلاة مني نائبة الصلاة من ناحنا دعاء عشان كده في الآذر علمونا زمان يقولك إيه؟ الصلاة ولوة الدعاء وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة وليك عليهم صلوات من ربهم ورحمة رحمة من ربنا شو بقى ربنا ما يرحمك يبقى خلاص يعني دخلت جنة عرضوها السماوات والأرض إذا ربنا دخلك فرحمته خلاص انتهت المسألة مش عيبة عندك ولا مشكلة مش هتواجه أي ظروف صعبة ربنا هيكرمك هيرضى عنك هيصطه لك الحال هيصلك كل أمر عسير وليك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وليك هم المهتدون الجزاء التالت أو الوسامة التالت للصابرين الهداية من الله سبحانه وتعالى وإذا هداك ربنا بقى خلاص هتمشى على المنهج على طول هتبقى مع ربنا سبحانه وتعالى ومن كان مع الله كان الله سبحانه وتعالى معه ومن كان الله معه فلا ولن يخيب أبدا طب أنا لو عندي أزمة لو عندي مشكلة لو عندي موضوع مديقني لو عندي موضوع خانقني مخنوق مخنوق من زوجتي مخنوق من زوجي مخنوق من العيال مخنوق من الجران مخنوق من خطيب أعمل إيه لو عندي أزمة أو مشكلة أنا النهاردة ومن خل برنامجكم ومن خل هذه القناة المتميزة جايب لحضراتك دواء دواء منين؟ جايب لكم دواء يا جماعة من الصيدلية القرآنية وخدوا بالكم دواء ربنا سبحانه وتعالى ببلاش مش هيدفع فيه فلوس والصياد لا يقول لك إبا أي دواء بتاخدوا له أثار جانبي لكن الدواء ده مالوش أثار جانبي عارفين ليه؟ أصل دواء من عنده ربنا سبحانه وتعالى عشان كده مالوش أية أثار جانبي عندي مشكلة بتخنى مع جوزي بتخنى مع أولادي عندي مشكلة مع حماتي وما أكثر المتاعب بين الحماتين القوتين الأعظم حماته وحماتها أعمل إيه؟ واتصرف إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيقدمنا الدواء في صورة غافر بلنا فاصبر إن وعد الله حق واستغفل دنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار يبقى كل حد عنده أزمة واحد لازم يصبر الصبر يا جماعة تحية لكل أم صبرة وشعيانة وتعبانة فاصبر إن وعد الله حق يبقى الدنب منك ثلاث أدوية أهو الصبر الاستغفار التسبيح فاصبر إن وعد الله حق يعني العيز ربنا حيكون عشان كده الشعب يقول لنا بقى إيه؟ إني يحسدوني فإني غير لائمهم قبل من الناس أهل الفضل قد حسدوا فدام لي ما بي وما بهم ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منها ولا أرد ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في فعله كأنك لم ترضى لي ما وهب فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك طريق الطلب عايز أقول لكم حاجة هم جدا منتصر محسود على حاسده بمثل صبره عليك عشان كده أقول لك إيه؟ اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله فانت الصبر الصبر مهم جدا على ابتلاءات الدنيا ومحن الدنيا ومشاكل الدنيا أنا مقدر منها كتير أقول بيقابلوني بيعياط يا رب أنفسك جوز لا صبري واحتسبي أكيد ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك وحيسترك بساته الجميل فاصبرنا وعد الله حق وستغفل ذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار اللهم إن جبر الخواطر عليك وحدك فاجبر بخاطرنا جميعا يا رب أجبر بخاطر المصريين جميعا يا رب اللهم إن جبر الخواطر عليك وحدك فاجبر بخاطرنا جميعا يا رب ويسل لنا كل أمر العسير وافتح لنا فتوح العارفين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من عين لا تدمع ونعوذ بك من دعوة لا يسجاب لها يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من نقمة السلم بعد نعمة العطاء يا رب العالمين شكر الله لكم أيها الحب نلتق على خير غدا إن شاء الله في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر إلى اللقاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته موسيقى موسيقى